عندنا كمان مهمة جدا الكميات المثالية للأكل بقى ناكل ازاي ناكل ازاي اول حاجة الاكل بتاعنا المفروض ان انا باكل على قد جسمي يعني ايه يعني قالوا ان الانسان البالغ العاقل اللي هو بلغ 17 18 سنة 21 سنة من اول ده لغاية الاخر ده انسان بالغ عاقل فده وان ياكل قد ايه بياكل كيلو جرام كيلو جرام الف جرام عبارة عن ايه عبارة عن 200 جرام نشويات 200 جرام خضار 200 جرام فاكهة و100 جرام منتجات البان و100 جرام بروتين ممكن يوصل النشويات الى 400 طب الرغيف الصغير بتاعنا المسروق ده بيبقى 100 جرام خلاص يعني انت ليك في الانسان 24 ساعة رغيفين او 3 حلو الكلام طيب كمية الاكل كيلو ده يعني انا كالت الصبحية بيضة وحت الجبنة وزب ديايا مسلا ورغية قد ربع كيلو ماشي في الغداء كالت شوية رزة او مكرونة شوية خار وشوية مش عارف ايه وشوية سلطة دول حوالي نص كيلو ماشي وفي العشاء بتاعي ربع كيلو ماشي كده انت انسان عظيم طيب فيه ناس ما بتعملش كده يعني لسه بقول دلوقتي يا جماعة لو انت بتاكل في الوجبة رغيف عشان خاطر ربنا خليه نص واحد بيقول طب انا باكل خمسة ستة سمها النص خليها اتنين خليها تلاتة طب بي نعمل ليه كده بدل ما تاكل الرغيف مرة واحدة وتقعد طول النهار لا انا عاوزك تاكل لنص الغيف وباكل تلاتة اربع ساعات كل تاني كل نص الغيف يعني كل اقسم الوجبة على نصيه اصلا كل الناس اللي جاي عندي العيادة تقولك انا باكل مرة واحدة بس باكل 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 حط فضي حلة المحشي بكل مايربعش ده والله وبعدين تبضل تصرف في الاكلة الملعونة دي اربعة وشين ساعة يعني انا باكل الساعة ثلاثة تاني يوم الساعة ثلاثة على بالمجوع يعني زي ما يكون تعبان بلع ارنب فتلاقي لايه التعبان بلع ارنب الارنب عمال يتحرك يتحرك على بالمجوع فانا ليه ارهق الكمية كبيرة من فضلك كل نص الكمية يا رب ارزقني الحكم يا رب بتاكل رغيفين خلاها رغيف بتاكل رغيف خلاها نص وكل تلاتة اربع ساعات كل وان بقى كلام جميل طيب يبقى ايه الكميات المثالية انا باكل كيلو جرام في اليوم المفروض يطلع متين جرام جراز يبقى الخمس قالى لك من الكميات كيلو جرام بيطلع ها متين جرام تبب انا كلت اتنين كيلو لا هتطلع ربعمية جرام كلت تلاتة كلتة حالة المحش خمسة كيلو لا هتطلع خمسة كيلو براس يبقى على عد ما تطلع هتطلع فنفس الكلام بالنسبة للمية شوفت الكميات دي يا ميات دي قال لك الدكتور جودة ها كيلو جرام اكل بيطلع متين جرام براس هتزود هنزود هتسد المجال ومن كان همه في بطنه فقيمته ما يخرج منه في ناس كلها ما في الدنيا تأكل وتتبرس بيعمل ايه بياكل وتتبرس ربنا يخلي يا رب بتعمل ايه ولا حك طب ربنا يسألك انت بتعمل ايه نفس الكلام بالنسبة للمية انا مطلوب مني اهوف المية المغلية او سبق غلياء بشرب من خمسة لستة كبيات مية مغلية تبقى ينسون او حلبة او كروا لو انا بشرب حلبة وينسون وكراوة ونعنع وكركدين انا مش تحاج مية بقى المية خدتها ايه مية سخة لكن انا شايل ازازة المية معايا وكل شيء عمال اشرب وواحد يقول لي ده انا بشرب تلت ازاز وخمس ازاز مية معدنية ضرب الصح مية من الحنفية ضرب الصح اما انا تعملها ايه لازم تكون غليها يا بابا خلاص احنا في زمن التلوث في زمن التلوث مش عايز اقول لك ايه الميكروبات اللي في المية طيب يبقى انا بشرب كمية من المية من خمس ازازة كبيات والمفروض ان انا بطلع من البول تتناسب مع الشرب يعني قالوا في الصيف العرق بيزيد فالبول يقل انما في الشتاء العرق بيقل يبقى البول ايه يزيد لكن مستحيل خلي بالك مستحيل اطلع بول قدل بشرب مستحيل ليه مستحيل لان انا بشرب كمية من السوائل حتى مع الاكل والسلطة ما هذه سوائل جزء منها بيطلع مع النفس ده بيطلع من بخار مية من نص لتر اللتر وجزء منها بيطلع عرق من نص لتر لتر حسب الجو يبقى فيه عرق بيطلع بخار مية وفيه نفس بيطلع بخار مية وفيه براز بيطلع مية وفي بول يبقى مستحيل ست كبيات اطلع ست كبيات ده مستحيل خلاص بعض الناس يقولك ايه احسب كمية البول اللي انت بتطلعها واشرب مية على الده كلام ده مريضي شرب chance يبقى مهم جدا انك تبقى عارف ان الماء اللي باشربها ها ربعها بيطلع نفس وربعها بيطلع اه اه بتاع دهوا اه عرق والربع التالت بنستفيد منه في الجسم السوائل والمفروض الربع يطلع بوه يبقى انا مفروض اللي انا بشرب اه لترين يبقى على قل بجيب مسلا لتر بوهل في اليوم بس اللي خد تلاتة لتر بطلع لتر ونص وكذا ما هي اضرار زيادة البروتين بقى لو انا كالت بروتين ايه البروتين اولا لحمة خراخ سمك اه اه بيض مش عارف كده الحاجات الاسية بتاعك كويس اوي دلوقتي انا باكل بروتين ليه قد ايه بروتين في اليوم خلي بالك ليك في البروتين في اليوم من مية جرام الى متين جرام تلتمية طب احسبها ازاي يا دكتور اقول لك انا قالوا ان انت محتاج يعني ايه يعني انا انا خمسين خمسين كيلو يبقى محتاج خمسين جرام انا مية كيلو يبقى محتاج مية جرام بروتين بيول كلام كويس يبقى الانسان محتاج بروتين ليه البروتين يا دكتور عشان اه يبني كرات دم اه حمرة لانا هيمو جلوبين جلوبين بروتين ليه بروتين علشان اعمل اجسام مدندة للامراض ليه بروتين عشان اعمل دم ليه بروتين عشان اعمل انسجة ليه بروتين عشان العالة تكبر طيب انا ضد البروتين ضد البروتين هننقل لك دم يعني بعض الناس مرضى كلا يقولك انا ما باكلش بروتين. يبقى لازم حالك تنقل خيس دم كل اسبوع. السبت لما بتولد وبتفخ الدم نلحقها ببروتين. فراخ وحلبة وبلح وصلطة خضرة عشان نكون بروتين. كده قولي ايه? طيب. يبقى البروتين المطلوب من مية الميتين جرام في اليوم. طب لو زاد البروتين. انا بفطر بقى بروتين لانشن وبسترمة وبتغدى لحمة ومش عارف ايه وبتعشى كبدة. كسرة البروتين تعمل لي بقى ملح في رجلية. شوكة عظمية. مش قادر امشي. بتعمل لي فشل كالوي. كتر البروتين يعمل لي ريحة وحشة جدا. كتر البروتين بيبوز الدنيا كلها. طيب. طب لو البروتين قال لي بقى خدها يبقى عندي انيميا. البروتين قال لا ما عنديش مناعة للامراض. البروتين قال لجسمي بينهار. المصر اللي بتاعتي بتبوز. يبقى لازم ان كل شيء خلقناه بقدر. انا ليه كمية بروتين كل يوم. على الاقل بيضة بيتين كل يوم. لازم. لازم. ولد او بنت. ما انفعش انا انا عايش من غير بروتين. انفعش. ولو مش قادر اشتري فراخ ولحمة. عشر حبات سوداني. عشر حبات فل سوداني. بتساوي ربع كيلو لحمة. يعني لازم تتعلم ان فيه بروتين نباتي. طبعا الناس كبت بتلجأ الى العسر الى الفاصولية الى كزا. الكيلو الفاصولية طلع من الارض بتسعين جنيه. بياخدوا المواطن مية وعشر. ده ده فاصولية. طيب. واللوب يا شرح. عندنا كمان مهمة جدا الكميات المثالية للأكل بقى. ناكل ازاي? ناكل ازاي? اول حاجة الاكل بتاعنا. المفروض ان انا بياكل على قد جسمي. يعني ايه? يعني قالوا ان الانسان البالغ العاقل اللي هو بلغ سبعتاشر تمنتاشر سنة واحد وعشرين سنة. من اول ده لغاية الاخر. ده انسان بالغ عاقل. فده وان ياكل قد ايه? بياكل كيلو جرام. كيلو جرام. الف جرام. عبارة عن ايه? عبارة عن متين جرام نشويات. متين جرام خدار, متين جرام فاكهة وا ميت جرام ايه اي منتجات 200 جرام بروتين